نفى وزير الإعلام معمر الإرياني صحة ما تردده ميليشيات الحوث المدعومة من إيران عن منع تدفق المشتقة النفطية لمناطق سيطرتها وأوضح وزير الإعلام أن هذه الأكاذيب التي ترددها ميليشيات الحوث مغالطة فاضحة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي ومحاولة مكشوفة للتنصل عن مسؤولياتها في إفشال تنفيذ آليات تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب كافة موظفي الدولة بإشراف المبعوث الأممي وحمل الإرياني ميليشيات الحوث كاملة المسؤولية عن تعقيد الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرتها والنتجة عن إيقاف رواتب الموظفين ونهب إيرادات الدولة وفرض جبايات غير قانونية والاستغلال والتلاعب بالمخزون المتوفر من الوقود لبيعه في السوق السوداء وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تستادف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وكسر العقوبات الدولية المفروضة على إيران ترجمة نانسي قنقر